الله أكبر يا بلادي كذبري لا لأني برأي الحدود هرايتين أو أكثر ونشيدين أو يزيد أرادوا أن يفرقوا جمعنا ويخربوا بيتنا الضارب بجذوره في أعماق هذه الأرض ضاربين بعرض الحائط أحلاما جمعتنا في العودة إلى وطن فرقه الساسة ووحده المصير وما نحن على يقين منه اليوم أن أولاك المتلاعبين شرار الخلق وحفادة الشياطين إن صح التعبير قد خربوا عرصنا الذي كنا نعد له وننتظره منذ سنين ظنين أنهم نجحوا في تفريق شعب لا تزيده مكائدهم إلا قربا ولحمة ورحمة لكن هيهات لكم ما تحلمون يا عبدة السلطة والمال والمتفنينين في صناعة المحن والأزمات ونسج الآهات لشعب جرعتموه الخيبات سنتحم جميعا كما لم نلتحم من قبل بكل راجاتنا الخضراء والبيضاء والسوداء وذات الألوان وأنشيدنا التي ألهيتمونا بها عن مصير وطن حملناه في قلوبنا فصيرتموه ألعوبة بين أرجلكم سنلتحم بكل ألواننا نحن يا من أذاقتمونا الذل والمهانة والهوان سنكون صفا واحدا متراسا في طوابير أمام مركزنا الانتخابية في كل مكان من ليبيا المنكوبة بالمتلعبين في ذات صباح المنشود الرابع والعشرين من ديسمبر في رسالة صامتة ناطقة أن لعنة الله وملائكة السماء وسكان الأرض عليكم جميعا يا من خذلتم الملايين وضيعتم الوطن وتباكيتم في العلن وتظهرتم أنكم مختلفون وأنتم تبيتون لنا في الأقوية ما كشفه لنا هذا اليوم من خبث ومكر وخديعة لا تستغرب فقد ول زمن العجب زرعنا أحلامنا خلال عشر عجاف جرعتنا مر الصبر وأسقيناها الدموع والخضوع وعددنا الليالي السود والأيام التعيسة البائسة ليوم عرس انتظرناه كما ينتظر كهل عودة الغائبين أردنا أن يكون طاهرا نظيفا خاليا من الأحقاد فوأتموه في المهدي بالتسويف والتأخير والجدل العاقيم والصراعات البلهاء والحوارات والسفريات والعنطريات بعد أن ضيقتم الوطن وضاق بكم على رحابته كما ضقنا بكم منتظرين إزاحتكم من مشهد البؤس الذي عيشتنا فيه زمرتكم غير المأسوف على رحيلها والآن وبعد أن بات ما أخفيتمه مكشوفا مفضوحا فإن الكلمة لن تكون بعد اليوم إلا لنا سنخرج في صباح الرابع والعشرين في طوابير أمام مراكزنا الانتخابية بكل راياتنا وأناشيدنا وأحلامنا لا تفرقنا مكائدكم هاتفين بصوت واحد هذه الأرض هي الأرض لنا ولن يكون في قابل الأيام إلا ما نريد ولن تكون يأساسة العشرية السوداء إلا أنت نصطر في تاريخ ليبيا المعطر بالتضحيات